ادراستي بكورة اصبت 27 و22 ليقولك العيب ده ايه كبر وليبت في منتخب مصر كم سنة؟ في منتخب مصر ليبت مثلا اقوله خمس سنين خمس سنين انت اه انت راضي عن اللي انت قدمته لنادي الزمالك؟ في الوقت اللي انا كنت فيه ده يعتبر يعني يكفى ان انا اقولك احصل وحشين لا في الوقت اللي انا اقدر اقولك ده يعني كل اغلب المباريات الفائية الاول من سنة مثلا 72 لغاية 80 انا مش فاكر ان انا اصبت طيب وانت بتلعب انت فيه اجيال لعبت مع اجيال كتير واجيال بطلت عليك في وقت من الاوقات انت مركز عشان توصل لانت وصلتله يعني انت بتكلمني الوقت وانت في نادي الزمالك كنت مرحلت الناشين ده كنت محافظة على نفسك وكنت اشتغلت على نفسك فل بيتها شغل رجلها الشمال ورجلها يمين وكام ده وروحت الفريق الاول ما كنت بتلعب في نص الملعب لعبوك لبرو ووفقت ولعبت في برو وتقلقت مع نادي الزمالك وهي منتخب مصر فيه لعيبة كانت موجودة معاك اللعيبة دي طيب تقول لي مين اللعبة كانت كويسة معاك وبطلت لا مهم كتير انا بقولك تلات لعبت على كم جيل طيب اه اول حاجة تلات لقيت كان الكابتن حماد امام الله رحمه احسن لعيب كان في مصر الجمهوري عشاك وهو عمل جماليات نادي الزمالك عشان كده فتكره بكل خير والكابتن احمد مصطفى والكابتن احمد رفعد والكابتن شوء والكابتن دولة ادي جيل دا جيل اه وبعد كده اللي حقنا احنا مين بقى الكابتن محمد توفيق وكابتن جور السؤاير وكابتن شوح سين الشام عزمي وسيد محمد علي برضو اه وبعد كده دا جيل اه الجيل التالت انا وكابتن فاروق والخواجة وكابتن حزن الشحاكة والكابتن طه وبصري وعلي خليل وحلم طولان ومحمود سعد وبعد كده الجيل الرابع كان اللي انا حددت بعضه كان الكابتن محمد صلاح والكابتن ابراهيم يوسف والكابتن محمد طاهر يعني دا الجيل اللي انت بطلت اه انا بفتكر بقى نسيت اقولك ان هو كان قبل بقى من بطر كده سنة 78 او 79 كان مسكنكنا الكابتن زاكي وفجأة سافر للامارات اه فبعلينا الكابتن حلم جي اجتمع بالفرقة وقال لهم بص انا جاب لكم ادرب ادرب شطر اه وبيقولوا منحش المدرين احبون جديد في مصر جاب مين قال لها احنا جايب الكابتن محمود ابورجيلا اه وهو دا جاي من السعودية وحاجات زي كده فالمهم ايه كابتن ابورجيلا تاريخ في نادي زمالك كابتن ابورجيلا جي ومسكنكنا وكان ساعدت احنا لسه جايبين من البلاستيك حمامة اه من نادي البلاستيك من نادي البلاستيك اه فالمهم ايه فعالماتشاط بقى والدوري كابتن ابورجيلا اه ينزل حمامة تمال ايه اخر ربع ساعة اخر نص ساعة اخر تلت ساعة اه ففجأة لقينا حمامة ايه ما بيجيش النادي قطع اه فرحت له انا والخواجه فروج وعفر ايه يا حمامة ازعلان ليه ما بتجيش ليه قال لي ايه يا عم ده ايه المدرب اللي جابه الكابتن حلم ده وبقى كباب جي اه قول لي شاعة ربع الساعة نص ساعتك الساعة تقول لي يا عم استحمي بقى اه لغاية ما تلعب المطش كله بس واه حمامة كان العيب كويس اه لغاية ما بطلت سنة تمانين تمانين اه كان ساعتها اه اللي عشان ما بطلش واستمر انه يعملو لي مطش ايه الاعتزال والمطش كان ساعتها بالتقريب يوم ما يضربوا ضربوا في الدم وقتين احنا يجيب تمنتاشر الف عشرين الف يعني لو انت بشكش اه فمن هنا ايه انا كنت ساعتها بقى ايه باكاريوستربير دية وتخصص كورة يعني عشو مستقبالك بقى اه وكانت كابتن زاكي يعني اعتبر ايه حبيبي واحنا بنلعب يعني الراجل كان يحبينك جدا وشايف فيك كده مكاومات ان انا ممكن ابقى حاجة في التدريب اه هو كي ازا مقتلك سافر الامارات فمن هنا بقى عطل اما ايه كان او بعد يبقى عطل ان انا بقى معاه مدرب مساعد مدرب يعني فراحت رايح هناك بقى ساعتها من هنا خدت كاره ان انا بطل واصرف نظر عن ايه مبارات الاعتزال دي طيب احنا هنا لما بنقول اللعب بيبطل هل اللعب فيه سن معين اعتزل فيه ولا ممكن يكمل حسب عطائه لا هنا تختلف كتير عن ايامنا احنا ايامنا ما فيش دافع اه انا لو دافع زي دلوقتي مثلا اللينا كل ما عد هاقبض هاعد ده اللعب اللي بيوع بيقوموها جليلا اه يعني اللعب النهاردة فيه اللعب لغاية ستة وتلاتين سنة واربعين سنة مش عشان ان هو يعني من النيه لا العداد شغال هو اه بالزبط كده بيقدر ان هو يستفيد اه رواتب ضخمة جدا او عودة ضخمة جدا مش مقلوفة يعني ايامنا خالص فمن هنا مستمر فمن هنا بقى لغاية تربعين سنة ويقولك قعد لكن احنا وقتنا تمانية وعشرين متى وكويس طب ما انت مفيش اي حاجة ممكن تعملها بك هل انت اجبرت ولا انت قلت لا كفاية كده بقى عشان اشوفك مستقبالي لا اه مفيش حد انا بقولك مفيش اي دافع يخليك توقض اه وانا لو في دافع ان انا الاستمرارية دي هتكون لحياتك طب ما انا رايح هناك عشان اعمل يعني ايه يعني اقدر انجح في مهنة جديدة تزود لي من داخلي ومستقبالي القادم لكن انا النهاردة لو هقدر اعد وفي حاجة هتعمل لي مستقبل يعني ضخم ومستقبل قوة ما اعد نعم فمفيش هل لو رجع بك الزمان تلعب تاني ياريت ده انت ياريت تلعب دلوقتي اه ياريت تلعب دلوقتي لو على ايامنا اللي هم اللعبة اللي كانت موجودة ده في الوقتي ده بتاعنا ده والله يا كابتن مصابة وانت منهم واحنا منهم وولا اخره الناس كانت توزينهم بقى على الوضع اللي انا شايفهم طيب وانت هبتاخد الراغ للاعتزال اللعب في الحالة زي ما انت بتقول اهو كنت مشاوشر انا هاخد مجالي ايه انا هحتاجل طيب هشتغل ايه انا معاي باكالوس تربية رياضية طيب او باكالوس تجارة او لسانسة اداب او اي حاجة من الشهادات الكبيرة دي انت ايه اللي ضار في زينة كان انت كنت واخد طريقك زي ما انت بتقول الكابتن زكو عصمان لما سافر هل دي كانت خطوة ساعدتك في انك تشتغل في التدريب ولا كنت انت واخد في فكرك انك هطلع في حاجة تاني لا هو اول حاجة انا كنت بعدي نفسي لخطوة بعد الكرة لان الكرة كان وقتين احنا هي ايه الخطوة اللي انت كنت بعدي هي الافق بتاعتنا كده لان انا ايه اه اه انجح في عملية باكالوس تربية رياضية وتخصص كرة قضا اه وتخصص كرة قضا بحيث تبقى ايه دي اللي مستقبالي في النهاية وبعد كده ساعدني الكابتن زكو عم مسافر هو اللي قال لي تعالى يعني ايه يعني انت اتجهت للتدريب مباشرة اه للتدريب مباشرة اشتغلت في التدريب بدون دراسات هتاخد دراسات لا ما انا كان معايا باكالوس تربية رياضية ده كبداية ايوا كبداية لا بس هو المفود فيه لا انا هناك وانا هنا اه خدت بقى ايه جميع الدورات اللي ممكن تيجع على بالك يعني سواء من رومانيا يعني اهلت نفسك اه لان فيه ناس بتتكل بعد ما تبطل كورة بتقولك لا هاخش اشتغل في التدريب لا اول اول انا مؤاهل نفسي خبرة رياضي وزايد باكاريوس تربية رضيه وتخصص كورة هل دك فاية؟ لا وبعد كده وانا شغل ابتدت ااخد بقى دورات سواء دورة اللي هناك في الامارات دورة اولى دي وبعد كده هنا خدت دورات كلها اللي في اتحاد الكورة اللي هي كان بيعملوها وبعد كده ايه و سي وكده كل ده خدت اللي هو سي و بي و ايه ليه اعلى حاجة؟ هل بعد ما خدت الدورات دي حسيت يعني انت اه خليج تربية رضيه ولعب منتخب مصر ودورات اه هل حسيت ان الدورات اللي انت خدتها دي دي خليتك في حتة تانية خالص وتفكر بتفكير غير التفكير وكنت بتاخده لا بصة كابتا الدورات والعلم والدراسة ها دولت بيدوك شيء من الثقة ان انت راجل ممكن تواكب العصر اللي اللي انت فيه وتقدر تلقط الحاجة اللي هي ايه ممكن الناس مش شايفها انت تلقطها نمرة ثلاثة الخبرة اللي انت برضو تلاقت بيها من سلوكك الرياضي ومن مرسدك الرياضة دي برضو بتفرق معاك جامد وما ايه تخبراتك في الكور لان التدريب ده خلي بالك عناصر كتير من زي ما الناس سامع علم بس ودراسة لا 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 بش ببارد خلي بالك علم ودراسة ماشي فقدم ايه طب افرد واحد مدرب ما بيشوفش يعني مدرب ايه agradeوش اللي هو ايه العين الخبيرة اللي تقدر تقول اللاعيب ده كويس او اللعيب ده احسن من ده او اللعيب اللي تقدر توظفه او اللعيب اللي تعرف كدرته او اللعيب اللي تعرف قدرته او اللعيب اللي تعرفت males اللي تقدمك ده في النقاط الضعف بتاعة هو النقاط الكوة حاجات كتيرة في الآخر بتخلق ده تخلق خال bass اخر حاجات Hallowe بترقつ the coach هو ده المدرب حتى دلوقتي فيه كوتش وفيه مدرب وفيه هيت كوتش كمان يعني دلوقتي جهاز بيتكون احياناً احنا بشوف جورديولا في الجهاز بتاعه حوالي 25 او 30 واحد اه ده فوق الـ 20 واحد فالإنداد اللي عندنا برضو كده في الجهاز والزمال ومحل الأداء محل الأداء ومحل اللي يقب دليل ومحل النفسي ومحل التغذية ومحل الزواج يعني طيب انت بدأت تدريب في الإمارات بدأت مع الناشئين قبل من التكلم عن تدريب في الإمارات احنا معنا بقى إيه اللي كان بيدرسلك في